مثل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفل الرسمي لتنصيب نجيب أرماندو بوكيلي أورتيز رئيسة لجمهورية السلفادور الذي جرى اليوم بسان سلفادور وتمت إعادة انتخاب بوكيلي أورتيز في فبراير الماضي لولاية ثانية عقب فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 84.65% من الأصوات